تفقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام برفقة عدد من المسؤولين وأكد رئيس الوزراء أنه حرص على إجراء هذه الزيارة بعد الاجتماع الذي عقده بالأمس لمتابعة الأعمال المنفذة وفق المستهدفات المطلوبة وبالنظر إلى أهمية تلك المنطقة الأثرية كوجهة جذب رئيسي للسياحة الوافدة أشغوف دوما بزيارة الأهرامات واستكشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة واعتبر مدبولي أن أعمال التطوير المنفذة على النحو الذي يتناسب مع القيمة الحضارية للمنطقة الأثرية يسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين وإحداث أثر إيجابي يدفعهم لتكرارها والترويج لها في بلدانهم إلى جانب استقطاب زوار أكثر